السلام عليكم ومرحبا بكم معي مجدين اتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يمكنكم انتم باخر و في احسن الاحوال اليوم اشارك معكم تحلية بسيطة ولكن انه يمكن ان يكون رائع و احد القوام كريمي بمكونات بسيطين و بمكونات و بالفلون ارجوك اتمنى ان شاء الله تنال اعجب لكم و اشارك معكم انا احتيال ضبق الحوت الى الفران اتمنى ان اتمنى اطباق تنال اعجب لكم سوف نبقى معي في الفيديو حتى الاخر هنا لدينا الحوت المارلا كبيرة وكبيرة منتوسطة نقيتها جيدا وحليتها من الوسط حاولوها تحيلوا لديك الشوك اللي في الوسط لديكم هكذا في الماكلة جيدة سوف ندرها في واحد الإناء يدخل الفران بشادي الزيت وحليتها نلاتي الشوك اللي في ميزانة بشكل شوك ينصر أقصر التوابيل لدينا الحوت foods الكبيرة زيتون جنزة اضافة بنين اضع الشخفيفة الهريسة من الناس الذين لا يدعون المعدة الحارة اضع البزاج و قصبر حبوب مطحون اضع المعدة الحبوب و اضع الشخفيفة اضع الزيار اضع الملح من فوق اضع الحمض اضع الحمض اضع الحمض اضع الحمض اضع الملح من فوق سيفق الجحلي بل السبع ستر الحليب اضع الثلاثة المعالق السكر السكر اضع الثلاثة المعالق ضع الثلاثة المعالق اضع المعالق خفيفة نحرق بفوق النار يغليب كمية الفرز سكار سنيدة بلامة سكار بيسكويت بيسكويت لوس طحون في القاعد الكيسان خلط خلط نحرق ثم نحرق خلط 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 نضيف حتى يحرق خلط بالفرز على الخلط marriage ثم نضيف عقاط خلط خلط على جبن البحر الخلط نضيف الكريم شانتية من الفق نضيف الكريم شانتية من الفق نضيف الكريم شانتية تقليل نضيف الكريم شانتية من الفريز نضيف الكريم شانتية من الفريز اضعوا الشكلات والشكلات هذا هو نهاية الحسن يجب حلقة ورائعة وطيب 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 أتمنى أن تكونوا على الإعجاب لا تنسوا بشجاعتكم وتعليقاتكم لا تنسوا جديد لا تنسوا الاشتراك تفعل الجرس لكي يصلوا لكم الجديد وإلى اللقاء وصحافة ترككم